ترسيم الحدود العراقية مع دول الدوار مسألة أثارت حفيظة بعض الساسات العراق لعدم حسم هذا الملف لهذه اللحظة على الرغم من مساعي وزارة الخارجية لتقريب وجهات النظر وحلحالة الأزمة قد الكويت مجالات أخرى ومنافذ كثيرة واسعة بحرية بإمكانها أن تستغلها ولكن نحتقد أن هذا العمل هو قصد استفزاز للشعب العراقي والحكومة العراقية كذلك الحدود ما بين العراق وإيران خصوصا المنافذ البحرية وزحف إيران على حساب العراق بسبب تحول القناة المائية على اتجاه العراق بسبب الترسبات أيضا هذه لها آثار سلبية على العراق أولا هو الذي يحدث من قضم أو احتلال أو تعدي أو تقرب من حدود العراق هو هذا دليل على شيئين الشيء الأول على المؤامرة التي تحرك ضد هذا البلد والشيء الثاني على ضعف حكومة هذا البلد أما وزارة الخارجية نحن نعتقد أنه أو نتمنى أن يكون لها موقف وخاصة أن الأمر صار بخسائر خسائر اقتصادية خسائر بشرية صار بخسران لمساحات من هذا البلد حتى لو كان تصريح وزارة الخارجية متأخرا فهو يجد نفعا لأننا لا نريد أن نفتح مع الدول المجاورة أي سجل عسكري جديد التجاوز على الحدود العراقية والاستيلاء على جزء من الأراضي العراقية تحت مسميات الشراكة وقصف بعض المناطق الحدودية أمر دعا برلمانيين إلى المطالبة بورع حد لهذه الهجمات الوصف العراق ليس لقمة سهلة كما أشار السياسيون الحكومة العراقية في هذه المرحلة هي الآن تدرس الموضوع وستتأخذ موقفا يحمي سيادة العراق مجلس النواب أيضا شكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع لدراسته عن قرب أسباب التي تدعو الجمهورية الإسلامية لقصف المناطق الحدودية هل هذه الاتهامات المتبادلة هل هي صحيحة أم لا على كل أيام المقبلة أعتقد سيكون هناك تدخل حكومي أو على مستوى عالي من الدولة العراقية نلاحظ بين آمن ثم وإخرى تحدث هناك اعتداءات على العراق من دول الجوار تقريبا من أغلب الدول المجاورة للعراق لكن نفس الوقت أرى بأن الضعف ليس في الحكومة حسب وإنما الضعف أيضا في وزارة الخارجية حيث لحد هذه اللحظة الوزارة الخارجية لم تعلن عن هذه الاعتداءات وأسبابها وبنفس الوقت وماذا عملت بشأن هذه الاعتداءات هل سوف تقوم الوزارة الخارجية بمخاطبات دبلوماسية مع السفراء الموجودين في داخل العراق لحد هذه اللحظة نرى أيضا هناك ضعف في وزارة الخارجية ما بينها وما بين دول الجوار يجب أن تكون هناك عدم محابات وبنفس الوقت لا مجاملات على حساب السيادة الوطنية وعلى حساب كرامة العراق بعض البرلمانيين ذهب إلى بعد من ذلك وطالبا باستزعاء السفير الإيراني في بغداد من قبل رئيس الجمهورية وتوجيه خطاب شديد اللهجة إلى إيران على أثر التجاوز على الحدود العراقية لمساس هذا الأمر بسيادة العراق وعدم احترام حق الجوار المباحثات بشأن ترسيم الحدود بين الأطراف الثلاث لم تنتهي بعد والسياسي البرلمان بانتظار ما تسفر عنه مساعي وزارة الخارجية لحل هذه الأزمة بين الكويت وإيران والعراق في حين الأتزال بعض المناطق الحدودية في شمال العراق تتعرض للقصف من قبل القوات الإيرانية من بغداد إناس الشريفي قناة الرشيد الفضائي ترجمة نانسي قنقر